اشتركوا في القناة يستمر مسلسل تهاوي الاقتصاد القطري نتيجة سياسات النظام الهدامة مشاريع تتوقف واسهم تسقط وارتفاع في تكاليف المعيشة على المواطني والمقيم هذا التهاوي اسرع من موجات نزوح المستثمرين واخراج اموالهم من الدوحة فالتخبط السياسي يسير بحذائه تخبط اقتصادي ادى الى تراجع الثقة في السوق القطرية وتوقفت العديد من المشاريع وهو ما اسفر عن احتجاجات عمالية واسعة النطاق بسبب عدم دفع الرواتب وذلك بسبب مخاطر الافلاس التي تواجهها هذه الاستثمارات هذه المخاطر التي تزداد يوما بعد يوم ويزداد معها معاناة القطاع المصرفي نتيجة شح السيولة وخروج نصف المستثمرين التقليديين من قطر واقدام المدعين على سحب اموالهم وتحويلها من الريال الى العملات الاخرى وبدلا من ان تقدم قطر على تسوية الازمة مع الدول الداعية لمكافحة الارهاب بقبولها المطالب ووقف دعمها للارهاب تضاعف قطر من سياساتها الخاطئة عبر الاستعانة بالدعم الايراني الذي يزيد من نسبة التقارب اما الحجة فهي وهم الحصار الذي تقول قطر انه هدد امنها الغذائي والاقتصادي بينما يعلن مسؤولون قطريون ان المقاطعة لا تؤثر على قطر ليس هذا فحسب فقد وصل الحال بان تلوح قطر بتأثير الازمة على اقتصادات العالم باسره فمن المانيا صرح السفير القطري بان ازمة بلاده ستؤثر على اسعار منتجات الطاقة وفي هذا التصريح توجه واضح لمزيد من التدويل من خلال التلويح بضرورة التدخل الدولي لحل الازمة واطلاق تهديدات بان تداعيات الازمة ستطال الجميع لكن الحل الاقرب والايسر للازمة هو تنفيذ الدوحة لمطالب الدول الداعية لمكافحة الارهاب بكف اليد عن دعم الارهاب